في هذه القلعة العتيقة الواقعة في ضواحي ستوكهولم بدأ طرف الحرب جولة جديدة من المشاورات وسط توقعات بأن يذيب لهيب الحرب في اليمن جليد ستوكهولم وليس العكس المنطق يبدو معكوسا هنا ففي القلاع تعد خطط الحرب لكن قلعة جوهانسبرغ يبدو أنها تستعد لمهمة مغايرة في صناعة سلام يبدو مستحيلا في اليمن في ظل هذا الإقرار الدولي بحق أولئك الذين قوضوا السلام عبر الحرب في أن يحظوا بفرصة لاستثمار مغامرتهم الكارثية سياسيا ليلقوا بظلهم مجددا على مستقبل يمني لا يزال محفوفا بالمخاطر لأجل انعقاد هذه الجولة من المشاورات استنفذ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث كل طاقاته ومهاراته الدبلوماسية ووظف شبكة علاقاته والوزن الدبلوماسي لبريطانيا مع بقاء الأمال متواضعة حيال إمكانية أن تسهم في تحقيق نجاح يخدم السلام في اليمن فالنوايا السياسية والعسكرية لطرفي الحرب تبدو على حالها من السوء وبهذه النوايا ذهب إلى جولة مشاورة السكهولم غير المباشرة وهو تراجع عن صيغة الجولات السابقة التي جلس فيها الطرفان وجها لوجه من جينيف إلى الكويت ما يعزز الاعتقاد بصعوبة المهمة التي ينهض بها غريفث في شتاء ستوكهولم البارد تستقطع الحكومة ومن ورائها التحالف جزءا من وقت المعركة لصالح هذه المشاورات فيما يشتري الحوثيون الوقت أملا في هدوء المعارك الأكثر مصيرية لوجودهم كمعركة الحديدة فيما بقية الجبهات مشتعلة حتى الساعات الأخيرة التي سبقت انطلاق المشاورات سقف هذه المشاورات لا يتعدى التوافق على إطار الانفوضات التي يفترض أن تبحث في القضايا الأساسية المتصلة بتقرير مصير الشرعية والحكومة وقبل هذا وذاك تغيير الوقائع الميدانية إلى مستويات ما قبل الإنقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014 اليد على الزناد هكذا يبدو الأمر في الميدان والجميع ينتظر نتيجة المتوقعة تقريبا وهي فشل المشاورات على الرغم من المقدمات المشجعة التي تعد بإمكانية إطلاق الآلاف من المعتقلين من الطرفين بموجب اتفاق تم التوقيع عليه وينتظر تنفيذه فور التوافق على آلية هذا الافتكار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر